استيقظت أربيل على سيول كبيرة غمرت مياهها أحياء قوشتبا ورجنبيري ودارتو ومناطق أخرى بعد ليلة طويلة من هطول أمطار غزيرة جدا منذ مساء الخميس 12 ضحية قضوا نتيجة الفيضانات وتخشى سلطات أربيل أن ترتفع حصيلة الضحايا لوجود مفقودين منهم الطفل دانا ذو العام الواحد وما زال الأمل يحذو ذويه للعثور عليه حيا فقدت أثاث المنزل وسيارتي جرفها المياه عبر الشارع وتحطمت بشكل كبير الأمطار لم تهدأ منذ الليل الماضية خسرنا الكثير لكن هذا أمر الله مئات المنازل والمركبات تضررت بشكل كبير وكثيرون خسروا أثاثهم ومقتنياتهم حتى الحيوانات لم تسلم هي الأخرى من الفاجعة محافظة أربيل أعلنت حالة الاستنفار القصوى وتوجهت كوادر البلدية بكل آلياتها والدفاع البدني منذ ساعات الصباح الأولى إلى الأحياء المنكوبة وفتحوا منافذة للمياه وساعدوا في إجلاء بعض العوائل وناشد الأهالي والسلطات المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة في فرق اجت من قبلنا قدمت الوجبات الساخنة للعوائل المتضربة ونحن فريق الإحصاء نحسب الأضرار سواء الأضرار ما للسيارات ما للبيوت للأشخاص التي توفوا للأسف شكلت إدارة أربيل لجانا عاجلا لإحصاء الأضرار وتوزعت فرقها بين الأحياء المتضررة لتسجيل وتثبيت الأضرار لكنهم لم يكشفوا عن حجم التعويضات ويأمل المتضررون هنا أن تتمكن كوادر البلدية من إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن ويدور الحديث بينهم عن تعويضات محتملة قد تغطي ولو جزء من خسائرهم الكبيرة مشرق المنصور أربيل يو تيفي شكرا